السلام عليكم non-invasive و-invasive non-invasive يعني الباسميت منبرين سليم يعني ال Khancer مش عامل invasion للباسميت منبرين في أنا عندي ductile carcinoma inside 2 وفي أنا عندي luvular carcinoma inside 2 لو كان طالع من luvular carcinoma لو كان موجود في اللovule سميه luvular carcinoma إن صايته يعني لغاية الآن البازمت ميمبرين سريم لكن الإنفيزيف اللي هو الماليجننت بالنتريشن البازمت ميمبرين البازمت ميمبرين هو لو كان في الدكت بسميه إنفيزيف دكتال كارسينومة إنفيزيف دكتال إيش كارسينومة لو كان في اللوبيول إنفيزيف لبيولار كارسينومة لو كان صفات الكانسر بتشبه صفات central nervous system central nervous system بسميه carcinoma with carcinoma with carcinoma في الكنcer الخلايا بتفرز الميوسين بسميه carcinoma colloid carcinoma فيها ميوسين لو كان بتشبه tubular tubular carcinoma الان الانفازف دقتا carcinoma مجموعة من أصلا هو عبارة عن سندرول يعني اخوانا في الانفيزف دغط الكارسينومة بيكون فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة فبيكون فيها عدة شغلات فممكن يجيني الكانسر عنده الشغل الاولى والشغل الثانية والثالث فقط ممكن يجي عنده العشر شغلات ممكن يجي عنده خمس شغلات فهم بيسموها عشان يريحوك كطالب بيسموها نن اسبيسيفك طايب يعني لما هو الانفيزف دغط الكارسينومة فيه له عشرة طايب عشرة انواع ممكن يجي لك الكانسر فقط بالنوع الاول ممكن يجي لك الكانسر بالنوع الاول والثاني والثالث ممكن يجي لك بالنوع الاول والثاني يخوانا كل انفيزف دغط الكارسينومة كل انفيزف دغط الكارسينومة بيختلف عن الاخر في بعض الشغلات البسيطة فعشان هو ايش قال لك قال نن اسبيسيفك نن اسبيسيفك انفيزف دغط الكارسينومة قصده انه احنا من الريحة هو بدناش invasive doctor carcinoma بعينه يعني مثلا بدناش invasive doctor carcinoma النوع الخامس خلاص احنا كلهم مع بعض بدنا نسميهم non specific احنا ما طالبنا منك اتفرق بناتهم فبيسموها non specific invasive doctor carcinoma ليش لانه invasive doctor carcinoma عبارة عن syndrome عبارة عن اكتر من شغله فهو الاكتر لو انت بدك شغله بعينها بنسميه specific اذا ما بدك شغله بعينها non specific لكن في الانفازف لبيولر carcinoma شغله واحده تمام يعني specific carcinoma with midollary feature شغله واحده colloid carcinoma شغله واحده اهم اشي الانفازف دكتر carcinoma من 70% ل80% من الحالات الانفازف لبيولر من 10% ل 15% الميضلري 5% colloid 5% etubular 5% تمام the two morphologic type non invasive هو carcinoma ductal carcinoma in side 2 lobular carcinoma in side 2 كدكتل وكلوبular ممكن يسيل الهم misleading ليش؟ لانه الاريجن لتنتين نفس الاريجن يعني terminal duct terminal duct cell بتعطيني سل عشان تعطيني duct لكن ممكن هاد السل تتحور وتعطيني لبيول في الوضع الطبيعي عادي فالductal carcinoma in side 2 لو بدها تطلع من وون حتطلع؟ من terminal duct cell طب lobular carcinoma in side 2 من terminal duct cell فممكن يكون misleading misleading مش في المورفولوجي المورفولوجي بيختلفه تماما عن بعض انما في الاريجن ممكن يخونا misleading في الاريجن يعني اتضل لك يعني مثلا يجي لك سؤال يقول لك الدكتل carcinoma in side 2 الخلايا وين اصلها؟ تيجي تقول له من terminal duct cell طيب اللوبيول carcinoma in side 2 الخلايا وين اصلها؟ تيجي تقول له من الترمينال lobular cell لا يخونا من قل له من الترمينال duct cell اتحورت وعطتني lobular cell تمام؟ فممكن يكون misleading للإسم او للأوريجن مش للمرفولوجي في المورفولوجي في عندك distinct مورفولوجي كيف يعني؟ في اللوبيولر بيعمل expansion لللوبيول اما في الدكت carcinoma in side 2 بيعمل distort لللوبيول distort into duct like space في نهاية المطاف كل اللي بدنا نعرفه انه كلاهما ما بيعملوا invasive للإسترومة ولا للليمف نود ولا للبلاط فيزل ولا للبازمت ميمبرين لأنه البيازمت ميمبرين ايش؟ انتكت شافي اخواننا هنا شايفين كيف كيف انه بس انه اللوبيول كبرت يعني صار expansion لللوبيول لكن لو انت تلاحظ هنا هنا صار تدمير distort لبيول فبتلاقي انه داقت جوا داقت او داقت جوا لبيول او داقت جوا داقت شايفين هاي داقت مثلا جوا داقت او داقت هنا جوا لبيول تمام نيجي على الداقت الكارسينومة inside 2 الداقت الكارسينومة inside 2 بنقسم الى 3 اجسام حسب لنيوك لير اجريد اذا كان النيوك ليير بسيطة وما فيها اتيبيا او بليومورفزم بسميه اجريد واحد وهو لو اجريد تمام اذا كان النيوك ليير ها فيها شوية اتيبيا بسميها اجريد 2 انترميديت لا اذا كان فيها بليومورفزم عالية بسميها هاي li بليومورفزم هاي اجريد او اجريد ثلاثة يعني حسب النيوك ليير اللو داقت دايما بيكون في الغالب ER positive BR positive طيب يخوانا الدقطة الكارسينومة انواع كثيرة ممكن تلاقيه solid ممكن تلاقيه بابلري ممكن تلاقيه مايكرو بابلري ممكن تلاقيه زي المغزلي كريبريفور لكن فيه نوع نوع نسميه كوميدو دقطة الكارسينومة انصايتو وسموه كوميدو لانه بيشبه الاكني هيا اخوانا انتو حب الشباب الاكني لما انت تيجي تبعطو بتلاقي بيطلعلك مادة زي زي مع جون السنان هيك كيف المادة هادي الكوميدو نفس القضية الكوميدو بتلاقي في النص يعني هاي مثلا هاي لتيومور هاي لتيومور بتلاقي في النص يا اخوانا في انا عندي central necrosis هذا ال central necrosis لو انت تبعطو بتكون تقريبا ملمسها وكده زي ملمس حب الشباب لما انت تبعطو المادة اللي بتكون في الجوة تمام او يا اخوانا زي معجون السنان فعش اصلا من هيكت من اسمه يعني كوميدو لايك اكني هيكت بيسموه كوميدو يعني بيشبه الاكني ما علينا وين خطورة الكوميدو انه الكوميدو هي اكتر نوع من الدكتر الكارسينومة انصايتو اللي ممكن يتحول الى كانسر الى انفيزيف كارسينومة ممكن يتحول الى انفيزيف كارسينومة لما يجي لك كوميدو ايش يعني كوميدو انه انت راح تلاقي central necrosis هايو هذا النكروسيز وراح تلاقي كالسيفيكيشن والخلايا بتكون جريد ثلاثة او هاي جريد طبعا شايفين يا اخوانا هذا عبارة عن بابلري هذا عبارة عن صلد هذا عبارة عن كريبري فورم هذا مايكرو بابلري يعني اصلا واضحة يا اخوانا البابلري البابلري واضح يا اخوانا انا زي المغزلي زي ايش المغزلي شايفين هدول الدووير زي يعني لو انت تيجي تعمل هدول الدووري زي هيكد الدووير بطلع كأنه كريبري فورم شايفين تمام طيب الحين هذا يا اخوانا حنرجع له ان شاء الله بس عشان نخلص بس الدكتور كارسينومة انصايتو الدكتور كارسينومة انصايتو هي اولم يعني الدكتور كارسينومة انصايتو في الغالب ما بتعمل بالبابل ماس طب كيف منكتشفها بالسكرينينج بالميمو جراف بالميمو جراف طبعا هي بيكون فيها كالسيفيكيشن خاصة في قضية الكوميدو نيكروسيز ما احنا قلنا في الكوميدو بيكون في انا عندي كالسيفيكيشن وبيكون انا عندي سنتر نكروسيز فهذا بتقدر تشوفه بالميمو جراف عشان كده الدول اللي ما فيها ميمو جراف بتكون عندي الفيميل دكتور كارسينومة انصايتو وهي مش داري عن حالها لانه ما في انا عندي بالبابل ماس فبتحول الى انفيزف كارسينومة وفي الاخر احنا منكتشفه لكن في الدول اللي داما بتعمل ميمو جراف سكرينينج تيست احنا منكتشف الدكتور كارسينومة انصايتو قبل ما يتحول الى الانفيزف قبل ما يتحول الى الانفيزف العلاج سيرجري تشيله لو كان ماس واحدة ولسه بسيط والامور تمام خلاص بالسيرجري ايش بتشيله لكن لو كان اكتر من ماس وانت خايف انه انت مش شايل كويس او خايف انه كان مثلا هذا الدكتور كارسينومة هاي جريد فانت خايف تكون بعض المناطق صار الها مثلا بده تتحول الى انفيزف كارسينومة فممكن كمان بعد الجراحة تاخد راديولوجي تعطيها ايش؟ تعطيها رادياشن تعطيها رادياشن نسبة الشفاء اكتر من خمس وتسعين في المية من الحالات بيصير الها سيرفايفل لعشرين سنة بس اخواننا الاوبزارفيجين تريال التجارب وكده بس هي تقريبا قيد التنفيذ يعني لسه متعممتش يعني هادا النظرية اللي حنقولها لسه ايش متعممتش قالوا اللوغريد دكتور كارسينومة انسايتو ممكن انت ما تعمل الجراحة وتشيلها عشان يخواننا ما تخربش منظر لبرست ما تخربش منظر ايش لبرست ممكن يخواننا تستخدم ادوية واحنا قلنا اللوغريد دكتور كارسينومة انسايتو عبارة عن اي ار بوزيتف فانت ممكن يخواننا تعطي الدواء التاموكسيفن التاموكسيفن عبارة عن بارشال اغونست للإستروجين ريسبتور للإستروجين ريسبتور فبتقدر يتعالج الدي اي او الدكتور كارسينومة انسايتو ففي ابحث بتقولك الدكتور كارسينومة انسايتو نسبة انه يتحول لانفيزيف واحد في المية كل سنة يعني واحد في المية فقط يعني هذه الفيمين نسبة انه الدكتور كارسينومة يتحول الى انفيزيف واحد في المية كل سنة يعني نسبة قليلة نوعا ما فهم في بعض الابحاث بتقولك لو احنا مشينا المريضة على تاموكسيفن هل انه مش رح تتحق يعني خلاس هل انه اللو قريد احنا بنتكلم في اللو قريد فقط في اللو قريد في اللو قريد هل انه اللو قريد رح يحتاج جراحة ولا مش راح يحتاج جراحة لانه اذا ماحتاجش جراحة يا اخواننا والامور حتمشي طبعية عند هاد الفيمين ليش احنا ليش احنا نعمل لها جراحة لانه زي ما قلنا في الاول انه December cancer مزي اي اورغان قد ما بدي احاول بدي اتجنب الجراحة لبريست كانسر قد ما بدي احاول بدي اتجنب الجراحة في اخوانا فيه كلينكال تريل او اوبزرفيشن تريل تحت التجربة لسه تحت التنفيذ انه بدهم يقولوا كيف بدنا نحدد العلاج للوغريد اللي ما يخليني مثلا احتاج جراحة او ما شابه لانه اللوغريد ضعيف جدا يتحول الى انفيزف كارسينوما تمام لما الحين الدقت الكارسينوما انصايته لو كانت في الابريست اليمين فانه لو بدت تتحول الى انفيزف كارسينوما رح تتحول فقط في الابريست اليمين يعني ابسي لترال لو كانت في الابريست الشمال لو بدت تتحول الى انفيزف كارسينوما رح تكون في الابريست الشمال ابسي لترال لو كانت ER positive فإنه لما تتحول إلى invasive carcinoma هتكون ER positive لو الدكتور carcinoma inside 2 كانت hair 2 positive فإنه لما بدأت تتحول رح تتحول إلى hair 2 positive لو كانت high grade فإنه إنه نسبة تتحول إلى invasive carcinoma رح تكون أعلى رح تكون إيش أعلى تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد نجعلها يا أخوانا حاجة بنسميها budget disease إيش يعني budget disease طلوا عليه الآن يا أخوانا هنا فيها أنا عندي شايفين Dr. Carcinoma inside 2 هذه خلايا طبعا هدولا خلايا عبارة عن In-you-blasem In-you-blasem cell هدولا In-you-blasem cell هذه الدكتور carcinoma inside 2 بتظلها تمشي 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 على طول البيزمت ميمبرين ما بتخترق البيزمت ميمبرين بتظلها تمشي 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 تمام على طول البيزمت ميمبرين لغاية ما تصل على الإبيديرمس لغاية ما تصل على الإبيديرمس بعد كده بتميل بتميل وبتظلها تتجمع تحت الاسكن بتظلها تتجمع تحت الاسكن فهذه الخلايا من سميها باجت سيل أصلها من الدغتة الكارسينومة إنسايت تو يعني هذه البجت سل مخترق يعني هذا هذا الدكتور كارسينوما انسايتو مخترقش البيزمت ميمبرين او الاسترومة ووصل للاسكن لا يا اخوانا مخترطش البيزمت ميمبرين ووصل للاسكن انما مشى على حواف البيزمت ميمبرين وراح تجمع تحت ايش الاسكن هذا بتجمع عند النبل عند النبل يعني هاي اخوانا هذا هو البجت ديسيز ايش يعني البجت ديسيز انه بيكون يا اخوانا النبل عبارة عن اكزيسمة اكزيسمة انه بيكون زي القشرة زي كراستين يعني شايفين هذه هذه عبارة عن قشرة قشرة يوني لاتيرال بتلاقي فيها اكزوديت هاد هاد اخوانا اكزوديت وانت لاحظ مبيني زي القشرة زي القشرة بتكون على النبل اذا البجت ديسيز بواسطة اكستنشن من الدكتور كارسينوما انسايتو ابتو لاكتي في الرأس داكت يعني بتطلع من الدكت من اللاكتي في الرأس داكت يعني من الدكت من الدكت وبتروح على الاسكن تحت في الاسكن على النبل فهي بتكون يوني لاتيرال اكراستين يعني زي القشرة اكزوديت في النبل في الاريولار اسكن في الاريولار اسكن يعني في النبل والاريولار اسكن وبتكون عبارة عن اكزيما اكزيما اخوانا ممكن يكون تشخيص الدكتور كارسينوما انسايتو من وراء البجت ديسيز يعني الفيميل بتجي لك على العيادة بتقول لك انا يا دكتور حاسس النبل تبعت ابصر كيف فيها قشرة تمام فيها قيح فيها اكزوديت او قيح بتيجي تاخد عينة بتلاقي هذه عبارة عن بجت سل تغرب اخطر عبالك انه هذه البجت سل جاي من دكتور كارسينوما انسايتو وممكن هذا الدكتور كارسينوما انسايتو يكون عامل شوية انفيزف كارسينوما يكون عامل شوية انفيزف ايش كارسينوما يعني ممكن يا اخواننا هذا الدكتور كارسينوما انسايتو يكون مخترق البجت ميمبرين يعني موجود هنا بس اخواننا خلايا البجت دي سيز مجاتش كده مجاتش هيك مجاتش هيك لكن ممكن الدكتور كارسينوما تعمل انفيزف للبيزمت ميمبرين فتتحول الى انفيزف كارسينوما فتكون هنا 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 تمام لكن خلايا البجت دي سيز اجتني كده طيب يا اخواننا اخدنا في الفالفا في انا عندي بجت دي سيز البجت دي سيز اللي كان يطلع من الفالفا ما كانش يطلع من التشو اللي بتكون تحت الاسكن يعني ما كانش يطلع مثلا شايفين ما كانش يطلع من هانا من التشو اللي بتكون بعيدة عن الاسكن ويروح ويضلوا يمشي يمشي عبل ما يصل الاسكن لا الباجد ديسيز اللي كان يطلع من الفالفة كان يطلع من السكن تبعت الفالفة نفسه كان يطلع من السكن تبعت الفالفة نفسه وما كان association مع ضغط الكارسينومة inside 2 أو invasive كارسينومة البروغنوسز of the carcinoma لما انت تلاقي باجد ديسيز فانه البروغنوسز والتريتمت بتغير مع بعض الاضر فاكتور كيف بتغير هل بيزيد البروغنوسز هل بتكون البروغنوسز اسوأ ما علينا الا انه بدنا نعرف الحالة اللي بتجيني باجد ديسيز البروغنوسز تباحها بتغير والعلاج تباحها ممكن شوية يتغير مع الاضر فاكتور مع بعض الفاكتور التانيات غير البيجد ديسيز غير البيجد ديسيز اهم اشي في البيجد ديسيز انه انه هاد الخلايا ما عملتش direct invasion للسترومة او للبازمت ميمبرين إنما ضلتها تمشي تمشي على البيز مثل ممبرين وراحت تحت تسكن تمام ممكن السيناريو يعني ممكن أنت تكتشف الدكتور كارسينومة إنسايتو في البجد ديسيز في النبل عن طريق تيجي لك المرأة على العيادة يتقول لك يا دكتور أنا النبل تبعي مش عارف إشماله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد نيجع على اللوبيولار كارسينومة إنسايتو اللوبيار الكارسينومة بيكون أنا عندي ديستنت للدكت واللوبيول ديستنت بتكون الخلايا طبعا مونو مورفك سيل طبعا راون انيوكرياي أهم بيش تقول لي لوزلي كويسف كلاستر في الدكت واللوبيول إيش يعني يعني بتكون الدكت واللوبيول لوزلي كويسف مع بعض يعني مش ماسك كويس مع بعض يعني نوعا ما بتكون مش ماسك كويس يعني بتكون اللوبيول متباعدة عن بعض مش ماسك كويس مش ماسك كويس طب ليش؟ لأنه بيكون أنا عندي نيجاتيف للإي كادهيرين الإي كادهيرين في اللوبيولار كارسينومة إنسايتو بيكون مش موجود عشان كده لو انت معرفتش اتميز إذا هذا اللوبيولار كارسينومة ولا دكت الكارسينومة اعمل فحص الإيميون وهيستوكيميسي للإي كادهيرين إذا لقيتو مش موجود إذا ندغلي اللوبيولار كارسينومة فعشانه مش موجود بتلاقي تماسك اللوبيول مش كويس يعني لوز 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 تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد تمام اللوبيولار كارسينومة هو يكتشف إنسدينتلي بس ما ما بقدر أكتشفه بالميمو إجراف عشان كده السكرينيج للميمو إجراف اه ما حسنش انه انت تكتشف اللوبيولار كارسينومة إنسايتو في بداية أمره طب ليش؟ لأنه اللوبيولار كارسينومة ما بيعمل كالسيفيكيشن وما بيعمل لي استرومال ريأكشن أو ديسبوبلاستيك ريأكشن أو الدينسيتي يعني اللوبيولار كارسينومة ما فيله دينسيتي ولا فيله كالسيفيكيشن فالميمو جراف ما بيقدر يلقطه فعشان كده تطورات الميمو جراف ما أدتش إلى إنه إشي إيجابي على اللوبيولار كارسينومة يعني ما ساعدتنيش في اكتشاف اللوبولار كارسينومة قبل ما يتحول إلى دقتل كارسينومة إلى إنفيزف إنفيزف لوبولار كارسينومة إلى إنفيزف لوبولار كارسينومة اللوبولار كارسينومة ممكن يتحول إلى إنفيزف كارسينومة إما في الإبسي لاتيرال أوف دابريست أو في الكنترالاتيرال إبريست يعني في البوث إبريست على عكس الدقتل كارسينومة في الدكتور كارسينومة كان لو الدكتور كارسينومة إنسايتو طالع من الريت بريست فإنه الإنفيزيف كارسينومة بيكون في الريت والعكس صحيح لكن في اللوبيولر كارسينومة إنسايتو ممكن يكون في الريت بريست لكن يتلاقي الإنفيزيف كارسينومة في الليفت أوكي هو احتمالية إنه الإنفيزيف كارسينومة يكون في الإبسي لاتيرال أعلى من إنه يكون في الكنترا لاتيرال لكن ممكن تلاقي اللوبيولار كارسينومة يعمل لي انفيزف كارسينومة في الكنترالاتيرال يخوانا احنا اخذنا في الدكتر كارسينومة انسايتو احتمالية يتحول الى انفيزف كارسينومة واحد لكل سنة واحد في المية لكل ايش لكل سنة هذا الانفيزف كارسينومة في وين في الدكتر كارسينومة ونفس القضية في اللوبيولار كارسينومة انسايتو في اللوبيولار كارسينومة انسايتو احتمالية يتحول الى انفيزف كارسينومة برضو 1% لكل سنة يعني بشبه الدكتور كارسينومة لكن يخوانا هذه الدراسة وموجودة لكن حسب كلام الدكتور قال الدراسات الجديدة بتقولك انه اللوبيولار كارسينومة نسبته اجل بكتير بكتير من هذه النسبة انه تتحول الى انفيزف كارسينومة عشان كده قالوا اللوبيولار كارسينومة لغاية الان طبعا لغاية الان احنا منستخدم السيرجري للوبيولار كارسينومة احنا منستخدم السيرجري لكن في دراسات انه بقولك ممكن انت ما تستخدم السيرجري ممكن انت ايش ما تستخدم السيرجري ليش لانه نادر جدا اللوبيولار كارسينومة يتحول الى انفيزف كارسينومة نادر جدا فممكن ما تستخدم السيرجري ممكن تاخد خلص تاموكسفين وخلصنا لكن لغاية الان لسه هذه ما تطبق لغاية الآن اللوبيولار كارسينومة كلهما لغاية الآن إحنا منشيلهم جراحيا لكن ممكن إخوانا معك كمان سنة ولا كمان أقل من سنة يصير اللوبيولار كارسينومة ما نشيله الشيء جراحيا طب ها إيش تسوي هنا بيقول لي تلت الحالات من اللوبيولار كارسينومة بتتحول إلى إنفيزف كارسينومة تلت الحالات تمام لكن إخوانا هادا الدراسة الموجودة في الكتاب لكن دراسات تاني وكلام تاني بيقول لك أقل أقل بكتير من هذه النسبة أقل أقل بكتير من هذه النسبة فعشان كده عشان أقل أقل بكتير من هذه النسبة ممكن أنت يا إخوانا ما تستغلش جراحيا وتشيل اللوبيولار كارسينومة ها إيش تسوي تعملي بس كلوز كلينيكل وراديولوجيك يعني بالرادياشن مع أنتي استروجين مع يعني التاموكسفن مع التاموكسفن يعني إخوانا أنت ممكن ما تستخدم كلينيكل يعني ممكن أنت ما تشيل اللوبيولار كارسينومة بالجراحة احنا منقول حاليا احنا منشيلها بالجراحة لكن ممكن كمان سنة ولا سنتين تجي لك الدراسات تقول لك خلاص انت ما تشيلها جراحيا انت خلاص اعطي تاموكسفين يعني انتي استروجين واعطي راديولوجيك راديو ثيرابي تمام نيجي على الانفيزيف او الانفلتريتف يعني انت عملت انفلتريتف للبازمت ميمبرين كارسينوما الانفيزيف كارسينوما الانفيزيف كارسينوما الو وايد فاريتي في المور فولوجيك أبيرانس احنا قلنا الانفيزيف كارسينوما 70% عبارة عن داكتر كارسينوما انفيزيف داكتر كارسينوما واحنا قلنا الانفيزيف داكتر كارسينوما منسميه non-special type non-special بضل قديش بضل 30% التلاتين في المية منسميهم special type يعني non-special type اللي هو بيكون نسبته 70% طب الباقي 30% non-special type فعفي أنا عندي تلتي الحالات 30% بتكون special type إخوانا إحنا قلنا non-special type non-special type وهو نسبته 70% طب الباقي اللي هو 30% يعني special type الspecial type بدنا ندرسه بدنا ندرسه لأنه إلو important biological and clinical association تمام حنتشوفه إن شاء الله الآن 4% من بيكون bi-lateral في الright وفي الlift وبيكون multi-centric إيش يعني multi-centric يعني مثلا لو كان involvement للright فإنه بتلاقي أكتر من منطقة من البريست فيها الكانسر لو كان involvement للليفت فإنه أكتر من منطقة من البريست فيها إيش الكانسر فيما نسميه multi-centric إخوانا البريست من قسمه يعني لو نقول لو نقول هذه الدائرة هذا البريست هذا إيش البريست بدنا نقسم البريست centrally نسبة الكانسر اللي بيكون centrally 20% 20% تمام وبننا نقسم البريست upper و lower يعني هذا هو upper part وهذا هو ايش lower part والفنص central الفنص هذا يا إخوانا ايش central نسبة central 20% تمام وفي أنا عندي upper part والlower part الآن upper part بسميه outer upper part يعني upper part في أنا عندي upper part بقسمه لقسمين قسم outer وقسم inner والlower part بقسمه لقسمين قسم outer وقسم إيش inner في upper outer part نسبة الكنصر 50% هذا في upper outer هل جئتي في upper inner part نسبة الكنصر 10% في upper inner في lower outer part نسبة الكنصر 10% في lower inner part نسبة الكنصر 10% إذن الأبر outer نسبة الكنصر 50% الـ upper outer central 20% lower outer وال lower outer وال lower inner وال upper inner كل واحدة 10 10 10 10 تمام نيجي على الانفيزيف داكتر كارسينوما يخواننا ستقولوني الدكتور ما غلبناش في البريس كانصر يعني مش مفصلين كتير الانفيزيف داكتر كارسينوما 70% من الحالات بتكون هذا منسميه non specific type تمام منسميه داكتر كارسينوما بيكون البري البري كانصر للدكتور كارسينوما هو الدكتور كارسينوما بيكون ديسمو بلاستيك ريسبونس ايش يعني ديسمو بلاستيك ريسبونس يعني بيكون هاي 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 فايبروسز هاي هاي فايبروسز فبيكون دينسيتي فبتقدر تشوفه في الميموغرافت وبتلاقي انا عندي بالبابل ماس وبتلاقيها جاسية هارد هارد تمام هارد طبعا من خمسين لخمسة وستين في المية ER بوزيتف 20% هير تو بوزيتف 15% تريبل نيجاتف شايفين يا اخوانا كيف في الميموغراف شايفين الدينسيتي شايفين يا اخوانا كيف الدينسيتي والإرريجيولاريتي ولما انت تحسها بتلاقيها هارد ماس شايفين يا اخوانا كيف الإرريجيولاريتي شايفين يا اخوانا كيف الإرريجيولاريتي والهارد ماس والدسمو بلاستيك الدسمو بلاستيك يعني الفيبروسيس كتير عالي جدا يخونا تحت المايكروسكوب منقسمها low grade منقسم الانفيزيف دكتر كارسينوما حسب النيوكليار في أنا عندي low grade وفي أنا عندي high grade وفي أنا عندي الانابلاستيك سيل ال low grade بتكون النيوكلياي grade 1 ال high grade بتكون عبارة عن grade 2 وgrade 3 لكن grade 3 منسميه الانابلاستيك سيل ال grade 3 منسميه طبعا كل هذا يخونا منقسمه حسب النيوكلياي حسب الليومورفك تبعت النيوكلياي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد تمام نيجع علي يا أخونا الانفيزيف لبيولار كارسينوما الانفيزيف لبيولار كارسينوما انفيليتريتف سيل سيميلار للدق لللبيولار كارسينوما انسايتو يعني اللبيولار كارسينوما هو اللي عمل انفيزيف لبيولار كارسينوما يعني اللبيولار كارسينوما انسايتو لو عمل انفيزيف للبيزمت ميمبرين فأصبح اسمه انفيزيف لبيولار هو من 10 إلى 15% من كل بريست كانسر تمام الانفيزيف لبيولار كارسينوما ما بعمل بالبابل ماس ولا بتقدر تشوفه في الميمو ما بتقدر تشوفه لأنه ما بعمل ديسموبلاستيك رسبونس ما بعمل ديسموبلاستيك رسبونس وبالتالي انت صعب صعب يعني اكولت وصعب تقدر اتحدده بالامجينج يعني اخوانا الانفيزيف لبيولار ما بعمل ماس واضحة ولا ميمو جراف دينسيتي واضحة ولا ديسموبلاستيك ولا كالسيفيكيشن واضح فما انت بتقدر تشوفه ما بتقدر تحدده بالراديولوجي فممكن يخوانا الراديولوجيست يتغلب يعني اطلع اطلع هنا ايشو يعني هنا امبين هاي هادي امبين انه فيه انت عندك ها ميمو جرافك دينسيتي ها ممكن شوية يعني يعني فيه انا عندي كانصر بس انا مش قادر اطوله يعني الراديولوجيست بيكون شاكك انه هادي عندها كانصر فبدخل اول مرة بس مش قادر يطوله بدخل تاني مرة مش قادر يطوله ممكن يدخل تالت ورابع مرة يدوب حتى اخوانا لما بروح ببعث العينة على الباثولوجيست الدكتور محمد بيقوله يا عمي ما فيه شي بس الدكتور الراديولوجيست بتقوله انا حاسس فيه انا حاسس فيه فبقوله الدكتور خلص لازم تاخد اكسيجين محترم عشان نقدر نشوفه خلص لازم تدخل جراحة وتاخد اكسيجين محترم عشان نقدر نشوف الانفيزيف لبيولار كارسينومة فهو يا اخوانا صعب وبيغلب في التشخيص صعب جدا في التشخيص لانه ما بيكون عامل ميمو جرافيك دينسيتي كويسة حتى يا اخوانا الميتاستاسس تبعته بتختلف عن الميتاستاسس تبعت الانفيزيف دكتور كارسينومة فاله يونيك متاستاسس عارفين وين بروح؟ بروح على السيريبرو سبينا الفلويد بروح على السيرروزة بروح على الجي آي بروح على الأوفري وعلى اليوترس وعلى البون مارو انا بدي اياكو تركزه على ثلاث اماكن على الأوفري وعلى اليوترس وعلى البرين او السيريبرو سبينا الفلويد طب ليش؟ يخوانا صعب جدا 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 تلاقي الانفيزيف دكتور كارسينومة عامل متاستاسس على الأوفري واليوترس نادر جدا بل انه شبه مستحيل هو بيكون بس نادر لكن كتير 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 بتلاقي الانفيزيف لبيولر عامل متاستاسس على الأوفري واليوترس فعشان كده ممكن يا اخوانا انت تفتح الاندوميتريام تبعت المريضة تلاقي فيها ايش؟ كانصر طب هذا كانصر من وين جاي؟ يا اخوانا الكانصر اللي بيكون مثلا مثلا في الأوفري في الأوفري مثلا مصدره من مكانين اما من البريست واما من الاستومك يعني الكروكنبيرج تيومور أو الكروكنبيرج سندروم ما انتو عارفين الكروكنبيرج سندروم انه بيكون انت عندك كانصر في الاستومك وراح عمل متاستاسس على الأوفري طيب طب كيف بدك تحدد اذا هذا من البريست ولا اذا هذا من الأوفري في البريست اعمل ميموغراف وفي الاستومك اعمل اعمل كولونسكوبي او كاستروسكوبي عشان تشوف كيف كيف الجي اي كيف برضو ممكن لو فيها لو فيها تيومور ممكن برضو تروح على الأوفري فانت اعمل كولونسكوبي وكاستروسكوبي وميموغراف لليبريست وبدك تشوف اذا هو اصله من الليبريست او من الجي اي لكن اهم شغله لو قل لي بريست كانصر عامل متاستاسس على الأوفري او على اليطرس او على كلاهما على السريع على السريع انفيزيف لبيولر لبيولر لكن الانفيزيف داقتل بعمل متاستاسس على البون مرو على البون مرو تمام تمام الانفيزيف لبيولر بيكون في الغالب اكسبريس هرمون ريسبتور يعني ال-ER بيكون بوزيتف وال-BR بوزيتف هدولة عبارة عن هرمون ريسبتور فبيكونوا ايش بوزيتف اما ال-Hair2 في الغالب بيكون نيجاتف رير تلاقي اوفر اكسبريشن يعني تلاقي بوزيتف ال-Hair2 يخونا في نهاية المطاف سواء انفيزيف لبيولر او انفيزيف داقتل العلاج واحد والبروغنوسيز واحد والعلاج واحد ما بيختلفوش اطلاقا في العلاج بيختلفوش بيختلفوش الان الانفيزيف لبيولر الو حتى يخونا شكله البات اللي انتبعه الو شكل خاص بتلاقي السل انفيذ انفيذ الاسترومة انديفيجوال يعني ايش عن انديفيجوال يعني خلية خلية بتعمل انفيجين للاسترومة اخونا ايام زمان كان الهنود الحمر الانديان هدولة لما بدهم يمشوا الجيش لما بدهم يمشي بمشي طبور طبور واحد وراء الثاني طبور 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 واحد وراء الثاني بمشوا على شكل طوابي طبور طبور واحد يعني بتلاقي اخونا الطبور واحد طبور واحد طبور واحد واحد وراء الثاني طبور واحد انا بتكلم يعني جيش الهنود والحمر بتلاقي اخوانا طبور واحد يعني بتلاقي الجيش كله عبارة عن طبور واحد تمام يعني ممكن يكون حجم الطبور خيالي يعني يكون مثلا بدايته في رفح نهايته في بيت لايا في الشمال ما هو طبور واحد تمام لانه كل واحد بيجي ورق تاني كل واحد بيجي ورق تاني ونفس القضية في الانفيزيف لبيولار بدأت الخلايا عند تعمل انفيجي للسترومة بتعمل خلية 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 فبتعمل سنجل طبور واحد زي طبور الهنود والحمر فبسموه انديان فيلد لو انت تلاحظ شايفين كيف بتلاقي طوابير هاي طبور انديان فيلد فبتلاقي ايش الانديان فيلد او السنجل فيلد هاي طبور هاي طبور انديان أو منسميه single field طبعا بتلاقي مثلا عادي طيب يخونا الانفيزيف لبيولار ما بتلاقي lose loss of cellular adhesion لأنه dysfunction في الإي كادهيرين الإي كادهيرين عندك ضارب بيكون الإي كادهيرين هو عبارة عن transmembrane protein مسؤول عن الكوهيسيف للنورمال epithelial cell في البرست وفي الأذر يعني مسؤول أنه يربط الإي بيثيل يلسل في بعض الإي كادهيرين عبارة عن بروتين موجود في السل فبسميه transmembrane يعني موجود في الممbrane مسؤول عن يعمل كوهيسيف وأدهيجن للإي بيثيل يلسل في البرست وفي أذر granular tissues فلما يكون أنا عندي dysfunction في هذا الإي كادهيرين إذن راح تلاقي loss of the cellular adhesion يخوانا loss of the cellular adhesion في أي مكان إلو دخل في اللوبيول يعني الاتيبيكال لوبيولر هايباريبليجيا اللي كنا نسميها بروليفيريتف ويذ اتيبيا أو ممكن تكون في اللوبيولر كارسينومة إن صايتو أو في الانفيزف لوبيولر كارسينومة كل هذا إلهم دخل في اللوبيول إذن dysfunction للإي كادهيرين معظم الإنفيزف لوبيولر بيكون ER BR positive وفي الغالب هاي ها نيجاتف ني جاتف نيجاتف لكن ممكن في بعض الحالات النادرة تلاقي هير تو بوزيتف يعني over expression وإذا لقيت هير تو بوزيتف بسمي هذا عبارة عن بليومورفك variant type من الانفيزف لوبيولر كارسينومة يعني نوع خاص من الانفيزف لوبيولر كارسينومة وبتكون الخلايا بليومورفك وبتكون الخلايا more 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 aggressive بل إنه بتكون aggressive بشكل عنيفة جدا وبتعمل لي متاستاسس في البرين بتعمل لي متاستاسس في البرين تمام خلينا نرجع بس على تمام نيجي على الكارسينومة with midollary feature يخوانا الكارسينومة with midollary feature بتختلف عن الميدollary كارسينومة في نوع خاص special type منسميه midollary كارسينومة الميدollary كارسينومة الفيتشر تبعه بتشبه الميدollary feature لكن يخوانا في حاجة منسميها كارسينومة with midollary feature يعني كيف يعني في أنا عندي midollary feature من درج تحتيها عدة عدة كانسر من هادي الكانسر midollary كارسينومة يعني يعني في أنا عندي أكتر من كانسر بجيني with midollary feature يعني أكتر من كانسر بجيني with midollary feature من هادي الأنواع أو من هادي الكانسر كانسر بسميه midollary كارسينومة الميدollary كارسينومة بيكون special time لكن الميدollary feature بتكون non-special type لأنه مش نوع معين إنما الميدollary feature بندرج تحتيها أكتر من نوع من الكانسر فعشان كده سميناها non-special مش specific لطايب معين إنما هي عبارة عن midollary feature إنه بتكون feature أو midollary يعني زي brain زي 5% من كل breast cancer هي بتكون triple negative أكتر من نص الحالات اللي بتكون عندهم ابراكة 1 mutation رح يصير عندهم cancer with midollary feature يعني 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 إخوانا لو في ميل عندها ابراكة 1 mutation فإنه يعني فإنه احتمال يصير عندها midollary feature أكتر من 50% يعني لو إنت عندك 100 امرأة عندهم ابراكة 1 mutation فإنه أكتر من 50% من هدول النساء رح يصير عندهم midollary feature with carcinoma لكن لكن بعيد وبكرر لكن مش شرط كل midollary feature كل midollary feature كل النساء يكون عندهم ابراكة 1 mutation يعني لو جبت 100 امرأة 100 امرأة عندهم carcinoma with midollary feature فإنه ممكن تلاقي فقط أقم من وحده اللي عندهم ابراكة 1 mutation ابراكة 1 ايش mutation طبعا يخونا هذا المضلary feature better response للكيمو therapy بستجيبي بشكل كبير للكيمو ايش therapy هو يخونا عبارة عن poor differentiation يعني anablastic tumor لكن يخونا وين القضية القضية انه بتلاقي infiltrative with lymphoid أو T lymphocyte T lymphocyte فعش انه يخونا بيكون فيه لوت T lymphocyte اذا بيستجيبي بشكل قوي للكيمو therapy ليش لانه الكيمو therapy بتروح بتحاول تعمل regression regression أو regress للكانسر والكانسر نفسه موجود فيه لوت T lymphocyte طب T lymphocyte يعني immune system يعني جهاز المناعة فجهاز المناعة بيساعد الكيمو therapy انه يعمل regress للكانسر على عكس بعض الكانسر بتكون برضو undifferentiation poor differentiation aggressive لكن ما فيه بيكون عنده lymphoid infiltration فبيكون ما بيستجيب بشكل كويس للكيمو therapy يعني المضل refe ليش بيستجيب للكيمو therapy لانه يحتوي على T lymphocyte infiltration مع انه المضل refe feature بيكون aggressive وبيكون poor prognosis poor prognosis الكارسينومة واذ مضل refe الآن تحت الراديولوجي لو انت تلاحظ هنا شايفين انبين عبارة عن benign tumor فممكن انت تفكرها benign tumor لكن تطلع مضل refe feature و aggressive و aggressive و poor differentiation تخيل و carcinoma تخيل فيخواننا صعب يتميز بينها وبين الbenign لانها عبارة عن will circumscribe يعني اطلع will circumscribe شايفين will circumscribe فصعب فصعب يخواننا يتميز بينها وبين الbenign عشان كده اي ماس في البرست لازم تاخد منه biopsy ولازم يصير له excision اي ماس في البرست لانه ممكن يخدعك وتفكره benign في المورفولوجي large anablastic will circumscribe بتلاقي lymphocyte infiltration t lymphocyte الدكتر كارسينومة بتلاقي abscess او minimal هو بتكون طبعا triple negative الميضل ريفيتشر بيكون triple negative اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد تمام خلونا نشوف الكولويد او الميوسينوس كارسينومة هو uncommon 5% من الحالات كولويد من اسمه يعني بتلاقي amucinus يعني بتلاقي ايش amucin هو better prognosis than invasive ductile هو will circumscribe mass mass بتلاقيها soft وجلتين لانه عبارة عن amucin عبارة عن اباندنت extra cellular amucin يعني بتلاقي الخلايا بتفرز الميوسين على الاسترومة يعني هذه الخلايا الابيثيليل راح تفرز لي الميوسين على الاسترومة هو بيكون er positive hair to negative hair to negative شايفين يا اخوانا هايو يعني شايفين الميوسين مبين اللون ابيض شايفين هذا الميوسين اللون ابيض ولو انت تلاحظ عبارة عن will circumscribe يعني ايش يعني يا اخوانا will circumscribe الحواف مش متعرجة يعني ما بتلاقي الحواف زي كده بتلاقي الحواف زي كده و متعرجة بتلاقي الحواف will circumscribe فممكن يا اخوانا تخدعك طبعا يا اخوانا شايفين كيف الميوسين كل هذا اللون ابيض عبارة عن ايش الميوسين يا اخوانا ممكن تفكرها بنيين وتخدعك لكن هي فعليا ماليجنان اوكي هي better prognosis than invasive ductile لكن بتظلها ماليجنان نيجع لتيوب يولار كارسينوما لتيوب يولار كارسينوما يعني تطلع بتلاقيها عامة للخلايا زي التيوب يول تمام زي التيوب يول لتيوب يولار كارسينوما لتيوب يولار كارسينوما تمام لتيوب يولار كارسينوما هو uncommon 5% هلقيت هو نسبة لتيوب يولار كارسينوما من كل الكارسينوما 5% لكن نسبة لتيوب يولار كارسينوما من الكارسينوما اللي بتكون small 10% لأنه التيوبيولار كارسينومة في الغالب بتكون Irregular Math و Small طبعا بتقدر تشوفها في الميموغراف دغري الشغل الوحيد اللي ما قدرناش نشوفها في الميموغراف أو غلبتني بشكل كبير اللي هو اللوبيولار اللوبيولار كارسينومة لكن هان احنا منتكلم التيوبيولار إذن التيوبيولار كارسينومة نسبتها من كل الكارسينومة 5% لكن في الميموغراف للتيوبيولار كارسينومة في الغالب بتكون Small Irregular Mass وبالتالي هي 10% من الإنفيزف كارسينومة اللي بتكون أقل من 1 سانتي يعني من الإنفيزف كارسينومة الصغيرة لأنه مش احنا قلنا للتيوبيولار كارسينومة نسبتها 5% من كل الكارسينومة هذه الخمسة يا اخواننا هذه الخمسة في المية في الغالب بتيجي المريضات بSmall Irregular Mass يعني بSmall Mass فعشانها بتيجي بSmall Mass فإنها بتشكل 10% من السمال كارسينومة يعني من الكارسينومة اللي بتكون في البريست بس بتكون Small بتكون Small مش كبيرة في نهاية المطاف التيوبيولار كارسينومة Anagulated etiopiol will form etiopiol will form etiopiol يعني بتلاقي التيوبيول واضحة بيكون anagulated يعني عامل زي الزاوية يعني زي الزاوية anagulated معلنا في الغالب بيكون low grade يعني bitter prognosis the prognosis is excellent نادر جدا يعمل الميتاستاسيز على الليمف نود نادر جدا طبعا هو بيكون في الغالب ER positive hair to negative زي مين؟ بالضبط زي اللي تواخدنا الميوسينس اللي تواخدنا الميوسينس وزي اللوبيولار احنا قلنا اللوبيولار ايش؟ اللوبيولار ER positive hair hair to negative اللوبيولار في الغالب بيكون hair to negative لكن ممكن يجيني hair to positive if rare من الحالات ويكوننا نقول عنه bleomorphic variant type lobular carcinoma لكن في الميوسينس بيكون ER positive hair to negative يخونا لما نقول ER positive كأنك كمان بتقول BR positive كأنك بتقول BR positive طبعا في المضلة ريباترين بيكون triple negative تمام نيجي علي يا اخوانا الانفلاماتوري كارسينوما الانفلاماتوري كارسينوما عشان تقول هذا انفلاماتوري كارسينوما بدك clinical entity وباثولوجي وهو non specific طيب الان بيكون أنا عندي swallowing و erythema في البريست without bulbable mass فيش ماس واضحة في البريست بتكون أنا عندي swallowing و erythema شايفين كيف بيكون أنا عندي erythema و swallowing و swallowing بتلاقي اخوانا leskin thick وبتلاقي عامل زي حبة طبعا هاد الحالة بنسميها budo orange budo orange او bud orange يعني عامل زي حبة البورتغان حبة البرتقال بتلاقي اخوانا حبة البرتقال leskin تبعت الجشرة thick و خشنة وهذا بتلاقي اخوانا leskin thick و خشنة بتلاقي ش فيش اخوانا ماس واضحة في البريست يعني هاي هذا كل البريست ما بتلاقي ماس واضحة ما بتلاقي ماس واضحة في البريست ما بتلاقي ماس واضحة طبعا عشان تقول هذا عبارة عن inflammatory carcinoma لازم الاريثيما والاديما تاخد اكتر من ثلث البريست اكتر من ثلث ايش البريست هنا مااخد تقريبا التلتين فاكتر كمان تمام فياخوانا لازم clinical وباثولوجي انتتي تمام ما بتلاقي ماس واضحة هذا عبارة عن ايش انه ياخوانا كان عند هذه المريضة اتيومور هذا التيومور راح عمل متاستاسز على اللمف على اللمفاتيك فيزل بس عمل متاستاسز بشكل جوي فراح عمل وباسترقش لللمفاتيك فيزل يعني هذا التيومور عمل متاستاسز على اللمفاتيك فيزل فراح عمل وباسترقش على اللمفاتيك فيزل هادي اللمفاتيك فيزل كان تبع الاسكن او كان تبع ديرمل فراح عمل Obstruction للDermal Lymphatic Vizel هذا الInvasive Carcinoma هو Poor Differentiated وDiffuse Infiltration على Lymphatic Vizel وبيعمل له Obstruction للLymphatic Vizel ما فيه Inflammation يعني ما فيه Neutrophil والنفوسايت وماكروفيج إخوانا الInflammatory Carcinoma إحنا سميناها Inflammatory عشان Clinical Entity بتكون بتشبه الInflammation يعني بتلاقي إحمرار بتلاقي إديمة بتلاقي إحمرار وإديمة فعشان Clinical Entity بتشبه الInflammation سميته Inflammatory Carcinoma لكن ما فيه أي Inflammation The True Inflammation is absent طب ليش؟ يعني فيش إنيوتروفيل وكذا تمام؟ لازم يكون أكتر من تلوت الاسكن من البريست ديفيوز إريثيما أند إديمة أكتر من تلوت الاسكن من سميه بودو أورنج البروغنوسيس طبعه يا أخوانا سيئ Very poor prognosis أكتر من تسعين في المية من الحالات بموته خلال ثلاثة سنين وبالتالي السيرفايفل من ثلاثة لعشرة في المية فقط السيرفايفل من ثلاثة لعشرة في المية فقط بيعمل متستاسد للدستانت أورغن أكيد لأنك عامل يا أخوانا Inflammation للليمف نود طبعا يا أخوانا بيستجيب كويس للكيمو ثرابي بيستجيب كويس 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 للكيمو ثرابي هذا يا أخوانا الإنفلاماتوري كارسينومة على السريع high high grade ممكن ييجي اليومينال تايب بس high grade ممكن ييجي hair to positive high grade ممكن ييجي triple negative high grade يعني الإنفلاماتوري كارسينومة سواء كان hair to سواء كان triple negative سواء كان ER positive كله يا أخوانا ممكن ييجي عادي ممكن ييجي أي نوع من إيش هذا بس إيش بكون high grade high grade يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته